موسيقى فهي المحطة الأولى في الجزائر التي تخيف السائق والراكب معا ولكم أن تتصوروا ما شئتم من انعدام المرافق وتفشي الأوساخ وانتشار قارورات الخمر مما يعني بالدليل والبرهان تحولها إلى مخمرة للسكر العلني ليلا ونهارا عندما توجهنا صباحا إلى موقع هذه المحطة المحاذية لمقر مديرية النقل بولاية عنابة لم نكن نتوقع صراحة أن يصل الإهمال والتسيب إلى هذه الدرجة القصوى الولايات عنابة في المحطة لا يوجد محطة مناسبة خلاص أقصى حاجة لو كان لطاكسيور حيش أكو حيش أقدر كل حترام إيجي ترجع له كرشوف الليل ما يقاشون يقعد ما يقاشون يقعد ورحوا زيدوا وشوفوا الحيوط فارغ الأمصار ما كان والو في طوال الأطوالات في الليل كان يزوج في النهار في الليل إذرمو إذرمو ما كان والو رحوا للحيوط صوروا وشوفوا وشوفوا وصلاح كين فيهم ما كان شي حاجة مناسبة في المحطة عدنا عساس مدارين وهل هنا مدارين وطاكسيات رواحنا في الليل قبل لا يجينا العساس يجيبوا العساس في الليل لو كان ترقد الروضين حهم لك من المقرب شوية لهيه منهيه يبدأوا يجيبوا لناس حاب شراب دركك تشوف في الدنيا هديه كاملة مكسرة ودرك شكول يطلع هنا يجيوا الجانب ما وش الجانب ما مدوا العرب يجيوا يدخلوا شوفوا يبرارك يبيعوا المكلة في نص لابو بال شوفيها كاملة برارك يجيبوا لهم ضربة واحدة يبني وديروا حاجة ملاح اي برارك شوفوا تقول لهيه هنا كاملة برارك المكلة في نص لبرارك يش واد منه والدبان يضرع عليها مش برارك داينين برارك في سنتي فيه يبيعوا فيه المكل ما تدخلش في العقل لا يجب علينا نفع على وحدة طفيل عساس هنا ولي حمينا هنا النابة خير مقبل يعني خير شوية غير وشي هو يعني مزات ناقصة ياسر مزات ناقصة يا تنظيمات ياسر يكتشوف الماء كتشوف ندخلوا سما تقدر تقول في يوم مرتع الماكلة واحدة كما قال الكسية دك ناقص حواج ياسر ناقص الكل يريد أن يبوح بشيء من الضيق والتأسف ركابا كانوا أم سائقين ولكن الجميع هنا في محطة عنابة يجزم أن هذه المحطة مصنفة في الدرك الأسفل إذا ما قورنت ببقية محطات الولايات الأخرى وفي هذا تفاسير غريبة يرويها هؤلاء الذين رابطوا بهذه المحطة المخيفة لأكثر من ثلاثين سنة بالتمام والكمال لا يوجد للمحطة بالولايات الأن لا يوجد حتى علاقة باللولايات الأسفل نسمع أتمنى بحطة الحماج المخيفة والإصلاع الشوار كتشوفر كتشوف كتشوفنا وندينا وعايتنا واحد يريد أن أسمع لنا واحد يريد أن أسمع لنا لا يفهم لك من أن نتصل القدام بمعارضة الولايات والتركيزيزية والتركيزية الكاملة لا مفكرة للمشاكل انتظرنا حتى الضغط بالتفاعل انا عدنا محطة عادة مضمنا فيها العساسة ودرك فيها كلش ونحن نحن نحن نقضون خائفين عدنا عساس درناه يأخذ نسلك فيها باستورد باش يأثيرين انا باتوركدين لكن صاحب بكري يقولون أنه لا يجب أن نحل لك جونيفير ونحل لك بليات سريغلاس اللي يخدموا بيها ما ذو محطة عنابة في الولايات كلها ما هيش صالحة أخلاق ما هيش صالحة للوحيد لكن قاعدين نشوفوا بعينيكم لما نزيدون نقول لكم وشكاو علاها شكاو ما كان حدش الصلاة كنجي العنابة اللي هنا مبطلة لا وانت توضى لا وانت مسلى لا والو عدنا بسكرى شوف كي تدخل المحطة الداخل مطار ما هيش محطة كي تدخل الداخل المصلى الله مبارك الماء القهوة 24 ساعة ل 24 ساعة حالة اللي حوانتي باتوا فاتحين المحطة من الضماء الداخل تصبش نعلى روحها المواطن محترم جادر 24 ساعة ل 24 ساعة ثم ما بيروا خاص لهم في الليل والله في النهار محترمة خليوا عائل تكو روح مكان شو من يقياسها حتى هؤلاء الذين يقتنون جوار محطة سيد إبراهيم لسيارات الأجرى يعترفون أنها ظلت تشكل وصمة عار على جبين كافة الجهات المعنية مهما حاول بعضها التملص من هاته المسئولية كما حمل آخرون من ممثلي النقابات هذا الكم الهائل من التراكمات السلبية إلى التخلي عن المسئولية والمهام ونطلبوا كما قال من البلدية تنظم شوية الهيئة تنظم شوية تنظم شوية كومام أي محطة رئيسية عيب وعار عيب وعار يجي مواطن من الغرب أو من الشرق أو من الوسط يجي المحطة السيارات يجي المحطة السيارة الرئيسية تعالناب ما عنده ما يشوه كانت النقابات النقابة هي اللي كاينتها نحن هذو كان يعرقلوا في الناس باش يخدموا وحدهم بلك حاكمين قسمتنا وصطيف ودزاير وباتنا يعرقلوا فينا يخدموا وحدهم استغلال الأروقاء هذو هما اللي رام يعرقلوا فينا يجي المشاكل مع المديري تنقل مع التاكسيات هذه احنا راه يدخل بعضها لنا احنا ملقلاش رواحنا السلطات مكانش الامن رو موجود الامن رو موجود البلدية اللي مشهم تخدم في خدمته أو كان غير أمن في المحطة هذي كان غير أمن البلدية غايبة إنارة ما كانش أمن أو قايم من دمش بتاعوا لا 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 الأمن موجودة أمن رو موجود الناقيس ري موجودة هو الإنارة هنا في المحطة را ما كانش المواطن كيش يف الليلة وميشوف حدش هنا في المحطة بلدية حاشاك الأوساخ رايم تركم هنا في الأرويق أو راو واحد ومهما اجتهد أعوان الشرطة بمركز هذه المحطة وأد واجب المحافظة على أمن المواطن وسلامة الممتلكات مثلما تسمح لهم ظروفهم وإمكانياتهم وتخصصاتهم فإن أعوان الشرطة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحمل مسؤولية انعدام دورات المياه أو غياب مرافق أداء الخدمة التجارية كالمقاهي والمطاعم وحتى تلك التي وجدناها لا يمكن بأي حال من الأحوال تصنيفها ضمن هذه المرافق لأنها وبالمختصر المفيد بعيدة كل البعد عن هذه التسمية بل إنها تسيء جملة وتفصيلا إلى ماضي وحاضري ومكانة عاصمة بونا والتي تقصدها يوميا أكثر من أربعمائة سيارة وهي تحمل الآلاف من الركاب والزائرين القادمين من كل حدب وصوب ومنهم عدد من الأشقاء الوافدين من دول شقيقة مجاورة قلتكو على ما يزوش زبلة عاش تكل بوبالة من هي تعلب لديك دوباء يعاود يدور ويخش لهنا فأهموا توماتيك برسكو الباب هذا مقفول فأهمني يا بارك هذا شو نقول الخوية هنا بوبالة هنا ما عناش تفاقية سيوة تعلحوينت مكانش كنا نسيحوا بالبيدون الشيح كنا عاملين تيو تحت لفابو أنا عامل نخدم هنا في استاسيو عندي درك خمس سنوات كنا نهزوا بالبيدون ونبزعوا البر جاءونا تعلويلائي سرافش دي جيان قفلونا عشرة أيام برسكو ما عناش تفاقية سيوة تعلما درنا ليفاقية سيوة تعلما تطيش البره ما عناش يقاوز صادير بها قاناوز صراف المياه مكانش خلاص من عدمها تماما يعني في الحقيقة ناقص الامن ناقص حنا عنا سيارة كقدام دار جديدة كسروا هانا خلاص فلقاها ويضربون أبلا حجار ويضربون حنا عايشين في هولاء كبير وهذه محطة يعيب محطة كمكة حتى الأجام بضحكوا علينا موش محطة هذي حشكو الخماجات سيكاتاسترو فيك سيكاتاسترو فيك حنا قاعدين نعانيو نعانيو بزاف الرسائل المشابهة التي يبعث بها مستعملو هذه المحطة البرية إلى معالي وزير النقل الدكتور عمار غول على أمل أن يخرجهم من الظلمات إلى النور وأن يعمل على تحسين صورة الولي الصالح سيدي إبراهيم وقد شوهت محطة التاكسي قدسية المكان المقابلي والذي تحتله زاوية ومسجد سيد إبراهيم قدس الله سره